السلام عليكم. لو نفسك تعمل السمك مقرمش من بره وطري من جوه ومشارف زيت معاكي والتدبيلة بتاعت وطعمها لزيز جدا جدا. تعالي شوف الطريقة التاتي وان شاء الله تعجبك. يلا بنا اقول بسم الله رحمة الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف عملنا ايه. طبعا كنت عسلت السمك خلاص هنا بس ايه بنقعه في اللمو والمية. تمام? سبت لمدة نص ساعة كده منقوع وبعد نص ساعة بقى بدا تصفيه واخسله بمية تانية. وبعد كي نبدأ مع بعض بقى ونشوف الطريقة بتاعت نبص السمك شكله لزيز جدا جدا. ولا شارف زيت ولا اي حاجة والتدبيلة بتاعته طحفة ولا العظيم. ان شاء الله هتجربها بجده تعجبك. ما تنسيش تحط لايك للفيديو. وتكتبيني انت بتشاهدي من اني بلد. ويلا بنا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. هابدأ بقى جاهز التدبيلة بتاعتي معانا الفلف الحار او بارد اللي انت حباه. هروح جاي اطعاف الهون كده زي ما انت شايف. انت طبعا عندي الكبه اشتغل عطول في الكبه بتاعتك. تمام? حطيت عليه معلقة ملح صغيرة وبعد كده ببدأت هدقه كده بالشكل ده لغاية ما يبقى ناعم معي. هضيف عليه معلقة كبيرة كزبرة ومعلقة كبيرة كمون وكمان معلقة كبيرة توم واللمون. لمونتين كده اضعتهم على نصين كده. وبدأت اعصرهم بالشكل ده. انا نهارده بديف عليهم جزرية صغيرة انت مش حابة اضيفيها تمام فيش مشكلة. بس احنا عندنا هنا في البيت بنحب الجزر مع التدبيلة بتاعت السمك. هقلب بقى التدبيلة وبعد كده اخد منها شوية كده وحطهم في قلبي السمكي من جو وكمان هتابل السمكي من بره كده لازم تتبيلها كويس جدا وفي الفتحات بتاعت السمكة عشان خطر اللحمة بتاعت السمك تشرب كل التدبيلة ويبقى طعمها طحفة كده يبقى اللي بياكل اي قطعة من السمكة يلاقي طعمها حلو. تمام? لازم تتبيلها كويس جدا كده هتابل بقى بقى السمك كله بنفس الشكل كده سواء البلتي او المقارونة من بره ومن جوه وبعد كده الحجاية سايبية زي ما هو كده في التلاجة لمدة بص نص ساعة ساعة لازم الخطوة ديت. عشان خطر اللحمة بتاعت السمك تشرب التدبيلة كويس جدا وتبقى معاك طعمها طحفة. ماشي كده. هنا بقى غسلت حاجات السلاطة هبدأ برضو اقطعها الخيار البقدونس الطماطم الجزر بص اي خضرة موجودة عندك بداي قطعيها السمك عمتا بيحب السلاطة. فهو حجيه طعم اقطع الخيار اول حاجة. وكمان هو حجيه قطع القوطة نفسي حكاية برضو كله كده على على القرمة بتاعتي كده بالشكل ده. تمام كده. فيش حد يقول لي مبروك على القرمة رسا جديدة بقى وجايبها وكده فايه عايزها معاك كشفة شغل كيه بالقرمة ديت. وبعد كده البقدونس برضو رجعيه مقطعه يعني عادي يعني استحمله في المقطع ده وتحب برضو واريكم الشغل بتاعي كده على الخشرة بتاعتي. وبعد كده بقى جمعت السلاطة كلها حطيتها في الطبق وهدخلها بقى التلاجة برضو وهسيبها عشان خاطر ايه تبضل كده صبحة كده وحلوة لغاية لما خلص الرز بتاعي وحمر السمك كده يعني. هنا بقى هنعمل البصل. بص يا جميع خطوة الرز دي بقى مهمة جدا. بص انا هعمل ايه? انا حطيت شوية زيت وبعد كده نزلت عليهم البصلية وكمان رشت ايه? ملح. سبت البصلية حمرت بالشكل ده. ما تفتكرش اللي هي تحركت. لا والله عزيم ما تحركتش. اصبري بس كده على رزق كده وخليكي معايا وشوفي البصلية بعد كده يحصل لها ايه? حطيت عليها المية لازم تكون مغلية طبعا حطيت يعني فوق ايه? يعني فوق المعيار بتاع الرز. يعني مسلا لو معيار الرز بتاعك بياخل كم معينة انت عارفها. انا حطيت فوق المعيار كوباية. ليه بقى? عشان هسيب المية تغلي كده لمدة تلات دقايق. في البصلية تغلي كويس جدا. وبعد كادفت عليها الملح وكمان. معلا صغيرة ملح ومعلا صغيرة كمان. وبعد كادفت عليهم الرز كنت غسلية ومصفية. وهسيب بالشكل ده بقى لغاية الرز لما يشرب معايا المية كلها بالشكل ده كده. بصي اتشرب كل المية هو. في حاجة محرورة انت شايفها? والله يا جماعة طعم وطحفة. لو انت بتحب الرز بقى بني كده اعمل الخطوة ديت. وبتلاقيش والله. ولا البصلية تققى محروقة. ولا يبقى حتى طعم مع وحش ولا اي حاجة خطوة. حاسب الرز بقى يستوع نار هادية. وبعد كده اطف عليه. تعالي بقى نعمل هنا بقى الطبطينة اللي حان نبطنها للسمك. حطي عليهم معلاقة نشا وهقلبهم بالشكل ده. وهجيب السمك من التلاجة. هروح جاي منفضة قويس جدا كده من البرة. وبعد كده حطه في الدقيق وابدأ بقى ايه ابطنه بالشكل ده. زي ما انت شايف. ماشي? هعم البقى كل السمك كده بنفس الشكل. وروح جاية حطها في الصينية. بعد ما خلصته كده بقى اسيبه لمدة دقتين بس كده زي ما هو دقتين بس. ماشي? وبعد كده هجيب كباية مية وابدأ بقى ايه? اروح جاية مرشراشة كده على السمك بالشكل ده. بصي رشراشة بس كده. الحركة دي تخلي السمكاية معاكم ارمشة من برة وطريقة من جوة. بعد ما خلصتها هروح تجاي قلبها على الوش التاني. وبرضو هروح جاية برضو مرشراشة الوش التاني من السمك بنفس الطري دقيقة. رشراشة مية بسيطة جدا. لو عندك بخخة عمي بالبخخة. تمام? بعد كده بها جيب السمك تاني وارجع تاني ابطان وتاني بالدقيقة. دي المرة تانية. وارجع حطه في الصينية تاني. الحركة دي حلوة قوي قوي تخلي السمك معاك والله يمقلمش من برة. وطري من جوكا ما شوش منك زيت شان حطها في نشا. هنا بخلصت الكمية بتاتي كلها بها روح على طول على الزيت. الزيت سخني معنا رح جاية نازلة فيه على طول في السمك بالسمك. وروح جاية بالمعلاء وق قفلة بق السمكة بالشكل ده عشان خاطر التدبيل اللي جوه البطن السمكة بتطلعش البرة. ماشا دي اه بس كده. في لا كده اهو. دي اه بس كده حجاش هيلاقي ايدك في معلقة. خلاص. هتلاقيها ما شاء الله استوت معيك وبيت جميلة جدا. ممكن تخطي كمان اشر اللمون اللي احنا عصرناه في التدبيلة. بيدرها حلوة او في الزيت بتاع السمك. لو انت حابة مش حابة خلاص. تمام? اول ما يحمرني معاك بقى السمكة هجاء قلبها على الوش التاني. وبرضو سي بيها تاخد لون حلو كده. كده ايه طلعيها بقى? ولا محتاجة طلعيها على منادي المضخ ولا اي حاجة خالص. هي ما شاء الله ولا شابة زيت ولا اي حاجة. بص الرز بتاعنا بقى بسم الله ما شاء الله جميل ازاي? اديني انا خلصت هوت. ما شاء الله لونه جميل. ولا في حاجة محروقة ولا في اي حاجة ولا معجن ولا اي حاجة خالص. وطعمه لذيذ جدا جدا. والسمك بتاعنا شكله طحفة. اهو زي ما انت شايفها. يا ربي الوصة بتاعتي اكون عجبتكم النهاردة. ما تنسو تحطييه لايك على الفيديو وتكتبييه كومنت حلو. وهوريكم بقى نهاية الصفرة بتاعتنا كمان. كانت النهاردة عندنا وليمة كده وكنا عاملين شغل جامد. زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله حاجات حلوة كده. آآ يا رب النهاردة للصفرة بتاعتنا تكون عجبتكم. متنسوش بقى اللايك. كزا ما اقول لكم اللايك لكم توسى اللايك. والكومنت الحلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.